السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وياهلا وياه مرحبا بالجميع في جتئة أولاين في مهمات وتجارات كثيرة بعضها يعطيك فلوس قليلة وبعضها يعطيك فلوس كثيرة وبهذا الفيديو بنتكلم عن مهمة أو الأفضل أقول مهمات تقدر تلعبها لحالك وتكسب منها مليون فلوس بأي وقت لكن بسبب العروض الأسبوعية اللي نزلت لهذا الأسبوع صرت تقدر تكسب مليونين من هذه المهمات فبدون أي مقدمات طويلة ننتقل مباشرة للموضوع طيب للناس اللي تابعت الفيديوهات الماضية وصارت تعرف أغلب الأشياء عن تحديث الوكالة واللي هو آخر تحديث نزل للعبة فبكل بساطة وتتبه المليونين معلغ غير تكملت كل مهمات الفي اي بي حق دكتور دري وبعد ما تخلصهم بيجيك مليونين فلوس بسبب الدبل اللي نزل على المهمة مع العروض الأسبوعية أما إذا ما كنت تعرف أي شيء عن السالفة فخليك معي دقيقة وحدة طيب أول شيء بتروح لموقع الشركات والمكاتب وتشتري وكالة واللي باللعبة اسمها ايجنسي من داخل الكمبيوتر بالوكالة لازم تسوي مهمات الفي اي بي اي بي كونتراكت وهي عبارة عن تسع مهمات بالكمبيوتر مهمتين أخيرة من دائرة صفراء خارج الكمبيوتر يعني باختصار عندك 11 مهمة والمهمة رقم 11 هي المهمة الأخيرة واللي بس تدخلها بتشوف على اليمين عندك علامة دبل فلوسو ار بي من اليوم للخميس القادم وما احتاج اشرح المهمات مرة ثانية لاني سويت ثلاث فيديوهات منفصلة من البداية للنهاية وتقدر تشوفهم في اي وقت تبيه فالمهمة الأخيرة بتكون بالمطار ولازم تحارب عدد كبير من الحراس والعصابات وبعد ما تخلص كل شيء وتوصل دكتور دري للهليكوبتر على طول بتخلص المهمة وبيجيك مليونين فلوس و2900 ار بي تقريبا فالموضوع جدا بسيط معلغ غير تكمل مهمات الفي اي بي حق دكتور دري وعلى طول بتاخذ الفلوس تقدر تعيد المهمة في اي وقت تبيه ولعدد لا نهائي خلال هذا الاسبوع لكن المليونين الفلوس موجودة من اليوم للخميس القادم اما باقي الاسابيع الجاية فبترجع ارباح المهمة الاصلية واللي هي مليون فلوس فقط وهذا كان كل شيء عن دبل الارباح على مهمات الفي اي بي لهذا الاسبوع قبل ما نقفل فيه كم شغلة لازم تعرفها رقم واحد تقدر تلعب المهمة لحالك او مع ثلاث اشخاص لكن المليونين بتروح لصاحب المهمة فقط والباقي كل واحد بياخد خمسين او خمسة وسبعين الف تقريبا ومو متأكد لكن احتمال يجيهم مية وخمسين الف بدل خمسة وسبعين الف بسبب الدبل على الارباح رقم اثنين ممكن ان هذا اسوأ شيء في مهمات الفي اي بي وهو العرض اللي يجيك بعد ما تخلص اخر مهمتين واللي ما تقدر تشيله ولا تسحب عليه ولازم تشوفها كامل للاخير سواء لعبت المهمة لأول مرة او للمرة المليون يعني باختصار روح تغدى وتعشى وخذلك نوما كمان شغلة ثلاثة واربع ساعات ويمكنها يمكن بس ترجع يكون خلاص الفيديو وتقدر تكمل باقي المهمات وما اظن اني اقدر اضيف اشياء اكثر على هذا الفيديو مثل ما قلت تقدر ترجع للمقاطع الماضية اذا تبيت شوف المهمات بالتفاصيل المملة من هنا اكمل صدر نهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله